إلى موضوع آخر يواجه سكان مدينة مغنية بيتلمسان صعوبة في التنقل بين أرجاء المدينة بسبب اكتظار السيارات في ظل انعدام الأماكن المخصصة لركنها نهيك عن حركة المرور الخانقة هاته الأيام المزيد في تقرير فاطمة زهر قوان وحميد عواديا هذه حال مدينة مغنية بيتلمسان اكتظار بالسيارات في ظل انعدام الأماكن المخصصة لركنها نهيك عن حركة المرور الخانقة وسط المدينة كون المدينة الحدودية قبل أي سوح للتبضع والتسوق المغنية تقوم بلوية 250 ملابيتون وكالفلوية اوتوموبيل زاد كتر ولهذا الناس ستلقى صعوبات بسطاسوني السطاسوني ستلقى بلاسة خصوصا تدور ساعة أو لساعة ونصف بلوية بلاسة نطلب مسلطات المحلية لبلدة مغنية يوفرنا لباركينغ وينغار والواطع ستلقى ساعة ونصف ساعة ونصف وينغار هذا مطلب ضروري فالسائق أو صاحب المركبة ينطلق في رحلة بحث حيث يمضي ساعات طويلة في البحث عن مساحة لركن سيارته لكن دون جدوى الله يكونوا دي باركينغ في مغنية دي باركينغ باركينغ برسكو رمز صوحك يجي وما يلقاوش أماكن فين يا مثلا فين سطاسوني وهذا لازم مساعدة يعني بنادم باشي سطاسوني لازمها ساعة ساعتين وهذا الشي ما شرفناش شرفناش لمجتمع مداني ولا كمسؤولي أراكن العشوائي لسيارات وضيق الشوارع والمباشر